لا أم كوسر ست الستات مش رجل ولا حاجة بس هي بميت رجل يعني هي ست الستات اللي بميت رجل خدت بالكو يعني أم كوسر قعدت تحكي ولادها كلهم ما شاء الله ما يتخرجين من الجامعات اللي باكاليريوس والليليسانس ومش عارف ايه سارتها زي الفل الناس تحبها الناس تقدرها الناس تدلع وبالمناسبة بس أنا عايز اقول حاجة كل الأمهات ومنهم أمي بالتحديد لأن أمي دي تعبت علشان نتعب يا انها ربي يد وعلمتنا أحسن تعليم يعني اتطحنت في الدنيا علشان خاطر تكبرنا والله العظيم بالمعنى الحرفي لكلمة اتطحنت بين شقاي الرحا بس دايما بتبقى ستات دول مش متخيلين ولادهم أو بناتهم بيقدروهم قد ايه بيحبوهم قد ايه متيمين بيهم قد ايه بيظنوا انه مشاغل الحياة بتاخدهم او بتاخدنا يعني بما ان احنا بقى كلنا الابناء اه بيوتنا اصرنا عيالنا اش اشغلنا الضغوط اطلاقا اطلاقا كل الأمهات انا بقولك هو انا رجل صاحب تجربة يعني احنا بنحب أمهاتنا حب وممقدرين اللي عملوه علشنه بشكل غير طبيعي وغير مسبوك منا من يستطيع ترجمة ما شعره او كلامه او بالكلام يعني ومنا من لا يستطيع يعني فانا اقول دايما لكل ست كل والله العظيم انت ست الستات بس ميت راجل مش عايز ابدا الاقي مثلا زي ستة كوسة كده ستة مكوسة انا بقيت راجل زي بقى بقى اطلاقا اطلاقا انت زي الأمر والله العظيم كلم جد يعني مش زر فيا يا امي انت زي الفل بميت راجل ستة الكل حدوتة يجب دائما انتروة حدوتة لازم تتحكي ما تتسبش ساعدونا بعد اذن حضراتكم في صفحتنا التسعة هستأزمكم انها تبقى مقاق خبر بيض يظيمة نجم والله العظيم زي ما النجم ادي الصفحة بتاعتنا احكلنا حكايات ستة الكل دي اسف ام الكل ايه ستة الكل ام الكل حلو ده العنوان بتاعنا يعني دي التسمية اللي احنا شايفينها او حسنها لو صح الكلام لانه النوع ده بالمناسبة برضو من الامهات ما بيبقوش امهات لولادهم بس بيبقوا امهات دايما لكل اللي حواليهم يعني تليها ام لاخوتها اللي اصغر منها وتلاقيها ام لصحاب ولادها وام لأولادها وام للعيال بتوع الجران وما الى ذلك ام الكل دي حدوتة لازم دايما تفضل تتحكي ولازم دايما تفضل واضحة ومفهومة ومعروفة احنا هندور وحضراتكم ساعدونا وشاورولنا فنروح ونعد ونسمع ونصور ونحكي ده اقل تقدير يتعمل لام الكل اشتركوا في القناة